أغرب عشر مركبات في العالم طائرة فلات موبل ذات المحرك النفاث السيارة الأرقى في العالم هذا جنون فلات موبل هذا سوف يدخل في موصوع جينسكا أكثر العربات سلاسة على الإطلاق كيف موسطح هكذا 19 بوصة فقط هذه البدلة الشبيهة بسيارة بامبوب الخطرة للغاية قام المبدأ بيريواتيغنس بطرح محرك نفاث يعمل بالغاز من المفترض أيضا أن يكون الشرع المستخدم لهذه المركبة قانونيا يصرح بذلك ولكننا لا نريد أن نكون فيه خلال فترة التجريب كاليوم كاليوم سيارة جديدة صممها كريستين سوزانا هي مزيج رائع من سيارات وكارفان يمكن فصل الجزء الأمامي من هذه السيارة الفريدة من نوعها إذا كنت لا تذهب بالتخيم مع عائلتك واستخدامها كسيارة ذات مقعدين قد لا يكون كل ما أفضل سيارة تبدو ولكنه مفيد للغاية بالنظر إلى المرونة التي يوفرها أطول ليموزين في العالم هذا الليموزين الفاخر هي في الواقع أطول سيارة ليموزين في العالم الطول الكلي هو مائة قدم أكثر من ثلاثين مترا لديها ستة وعشرين إطار غرفة للكثير من الركاب جاكوزي ساخن سطح مشمس مسبح عدد قليل من الأسرة ومهبط للطائرات ذا دريم كار ما يزن ثمانية ألاف رطلة ويبدو مثل الهرم المصرية ذا دريم كار مائة وثلاثة وعشرين قد يبدو كهرم لكنه مجهز كخزان ويضيب ألوان النيون ليلان أفضل جزء هو أنه يعمل على الكهرباء سيارة الحلم 240 تصل إلى سرعة 240 ميل بالساعة كما صمم المخترع جريكزانس مرآبا لهذه السيارة يجمع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لإعادة شحن السيارة بيل 50 وتفتخر السيارة الصغيرة ذاته ثلاثة عجلات برقم القياسي لأصغر سيارة على الإطلاق لقد حصلت بالتأكيد على ضغط كبير لكن السيارة الأصغر حجما في العالم لديها كل الحق في أن تكون كذلك يقع مكانها في سيرك بيكادلي في لندن ويسمح لبيل 50 بشكل قانوني بنزول إلى الطرق البريطانية ليجو F1 مع ما يقرب من 20.080.000 قطعة ليجو لاحقا تم إنشاء سيارة ليجو F1 الأكبر والأكثر حيوية هذا فراري F1 على أساس F2008 وعلى ما يبدو قابل للقيادة قدمت في هولندا وبشكل أكثر تحديدا في أمستردام في حدث لغور للصنوية الذي يقوم هناك سوبر إيكو مختلفة عن السيارة الصديقة للبيئة والمريحة هذه السيارة هي مفهوم من ليرمو إي جي شركة سيارات ألمانية ليست مبنية على هاجين ولكنها على وزنها حوالي 450 كيلو جرامات سوف ترتفع السعر إلى 160 كيلو متر بالساعة على محارك ديزل توربو ثنائل استوانات وجزء آخر من المفاجأة هو أنها تأتي مع باب في الجناح الأمامي بدلا من وجود بابين جانبين للصائقين لدخول السيارة سيارة السماء هذه شاحنة قياسية يتم فيها استبدال العجلات بأحزمة من مادة ما يمكن شركة ما تترك القيام بذلك على ما يبدو لأي نوع من مركبات 4x4 من مركبات ATV إلى 20 طن تسمح الأحزمة القصيرة لشاحنة ما تترك أن تقود السيارة في أي مكان تقريبا ما لم يصبح الثلج شديد العمق إذا وصل الثلج إلى عمق كبير فستكون هناك حاجة إلى أحزمة أطول كما تجعل الأحزمة القصيرة من شاحنة ما تترك قادرة على عبور العديد من المنحدرات في حين تطلب الطرق الثلجية العميقة والأكبر أحزمة أطول كابسولة بيجويتة استخدم كتابه اليد هذا المفهوم لإنقاذ الرؤساء من تحطم الطائرات إلى الهبوط في كابسولة آمنة الآن المصمم ألب جرمانار يحلم بكابسولة هروب قبل تأخذك بعيدا عن الكوكب لكنها بالتأكيد ستأخذك بعيدا عن الطريقة بيجويتها سيارة كهربائية على طرق الوعرة مستوحى من دراجة KLR 650 النارية كاملة مع نظام تحديد المعوقع المدمجة وشاشات الكريستال السائل التي تتضعف كاميراية الرؤية الخلفية والاتصال بالإنترنت بدوام كامل ويأتي مع مساحة كافية من الأمتعة لجعل عطلة نهاية الإسبوع أكثر راحة من ذي قبل سيارة مولدة للطاقة زعمت شركة فنتوري في إطار دعائها بإنشائها أول سيارة مستقلة ذاتيا للطاقة في العالم هذه السيارة النحيلة والتي يطلق عليها إلكتريك بها لوحة شمسية وتوربينا رياح حتى تتمكن من الحصول على الطاقة من تلك العناصر كما تحتوي على قابس لإعادة الشحن من منفذ حيث أن لوحة والتوربينا معا تعتقى 14 ميلا في اليوم لكن الطاقة القهربائية لا تزالت فوق الغاز أنت قادر على شراء إلكتريك بحوالي 31.500 ألف دولار وفقا لبيان صحفي فنتوري ترجمة نانسي قنع